للتعليق على بيان البرلمان ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام مرحبا بك بالعودة لبيان البرلمان هناك اتهام للحكومة بالعجز وآخر للتحالف بعدم دعم الجيش بالسلاح لماذا هذا العجز وهذا الخضلان؟ هذا العجز وهذا الخضلان ليس عجزاً حقيقياً وإنما هو مقصوداً لذاته الحكومة في الأساس لا تريد أن تكون جزء من منظومة الشرعية اليمنية وبالتالي هي تريد أن يكون هناك انتصام بينها وبين الجانب العسكري وقد عبر عن ذلك صراحة رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك أينما كلف بتشكيل الحكومة للمرة الأولى حيث قال أنه لا علاقة له بما هو سياسي ولا ما هو عسكري وهو فقط يتفرغ لما هو اقتصادي وللأسف لم يتفرغ حتى لما هو اقتصادي بل أنه عمل على تقريب الاقتصاد وأصبح الريال يتهاوى كل يوم أمام الدولار حيث وصل الدولار إلى ما يقرب 1500 ريال يمن نعم هناك هل البيان يقول أن على الرئيس التحرك العاجل لتوفير السلاح والعتاد الوطني للجيش هل هناك إمكانية لشراء السلاح من دولة أخرى مثلا دون موافقة التحالف بالتأكيد من حق الجيش الوطني أن يحصل على السلاح وفق القوانين الدولية المتعرف عليها لكل السيوش حول العالم التي تحصل على الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن شيادة البلد وعن كرامته وتداشع أيضا عن البلد من مخاطر الإرهاب وفق الاتفاقية الدولية لكن ما هو حصل تجاه الجيش الوطني شيء يؤسف له للأسف الشديد حيث يعمل التحالف على منع وصول الأسلحة للجيش الوطني في الوقت ذاته هو يسمح بوصول الأسلحة لميليشية الحوثي ولميليشية الانتقالي وإذا لم يستطيع أن يوصل هذه الأسلحة لميليشية الحوثي أنه يعمل على ترك هذه الأسلحة في بعض المعسكرات وبعض المواقع ويدفع بانسحابات من هذه المعسكرات وهذه المواقع ليترك الحوثي يحصل على مثل هذه الأسلحة نعم هناك الكثير من الجبهات المتوقفة ضد الحوثيين في مناطق مختلفة بقيت مأرب وتعز أحيانا وهتين الجبهتين تتعرضان دائما للخذلان كيف تعلق؟ للأسف الشديد أن التحالف أوقف كل الجبهات لأنه لا يريد للمعركة أن تنتهي ولا يريد للشرعية أن تنتصر هو جاء تحت سقف أهداف مضللة زعم بأنه سوف يواجه المشروع الإيراني في اليمن وسوف يعيد الشرعية إلى صنعا لكن في حقيقة الأمر كان التحالف يبطن أو يخفي أهدافه الحقيقية وهي الحصول أو اقتطاع أجزاء من أراضي الجمهورية اليمنية كما هو حصل اليوم مع السعودية وكما هو حصل مع الإمارات نعم أخيراً البيان موقع من 25 برلمانياً فقط أين هم بقية الأعضاء؟ أين هو رئيس البرلمان؟ هؤلاء هم الذين تحرروا من عبودية المرتب لأن الآخرين يربطون مصير اليمن بمصير مرتباتهم وبالتالي لا يقرؤون ولا يتقرؤون على أن يقوموا بدورهم كبرلمانيين وأعضاء في مجلس النواب فهم يخشون أن تتوقف هذه المرتبات فهؤلاء جميعاً الذين لم ينضموا إلى هذا البيان لا يهمهم أن تبقى الحرب لسنوات طويلة وقد التقيت بالعديد من هؤلاء وهم يصرحون صراحة بأن الحرب إذا توقفت فإذا المرتبات سوف تتوقف فإذن هم يربطون مصير البلد بمصير هذا المرتب لذلك لا نتوقع منهم أن ينضموا إلى الخمسة والعشرين ولا نتوقع أيضاً أن يزيد العدد نعم دكتور عدل شجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام شكراً جزيلاً لك